فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية والانتهاكات التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية هذه الانتهاكات ليست بجديدة لكن مع قرب الانتخابات سواء قبلها أو بعدها تتفاقم الاعتقالات السياسية وتشنحم الأجهزة الأمنية العديد من الحملات بحق الطلبة وهذا ما حدث مع طلاب جامعة الخليل والبولو تيكنيك بعد انتخاباتهم وتقدم الكتلة الإسلامية في هذه الانتخابات فكانت النتيجة اعتقال العديد من الطلبة اللي البعض لا يعني ما يقارب على اعتقاله لمدة شهر والأسبوع الماضي أيضا تم اقتحام سكنات عدد من الطلبة ولم يقتصر للأسف هذا على الطلبة بل هناك عدد يعني تم اقتحام سكن عفوا منزل الطالب براءة سلايمة واقتحام منزلها والاعتداء على أهلها حتى وصل الحال إلى يعني منعها من ارتداء حجابها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية فكل هذه الاعتداءات والانتهاكات هي ليست بالجديدة هذه الأفعال التي عرفنا الأجهزة الأمنية عليها وهذا دورها الفعلي والحقيقي التي تصر دائما أن تثبت على نفسها وهذا الذي كبرنا عليها كذا عرفنا الأجهزة الأمنية منذ ثلاثين عام تسير هذه الأجهزة الأمنية على ذات النهج اللي لا يخدم إلا الاحتلال وبعد كل هذه السنوات لم يعد هناك من يردعها يعني أو يقف في وجهها سواء من الجهات السياسية أو المؤسسات الحقوقية وحتى القضائية خاصة نتحدث عن قضاء متواطئ مع هذه الأجهزة الأمنية تابع للسلطة الفلسطينية اللي يعمل وفق نهجها ويعمل وفق ما تمليه عليها هذه السلطة وأجهزتها الأمنية لكن أمام يعني كل هذه الاحتداءات هنا الدور الفعلي والرئيسي على الشارع الفلسطيني وتحديدا على الطلبة بأن يقف في وجهها الاعتداءات الاعتداءات والانتهاكات أن يناصر المعتقلين السياسيين والطلبة اللي لا يزالون اليوم في زنازين منهم في مسلخ أريحة في الجناد في الخليل أن يناصرهم ويقف بجانبهم وأن يكون الصندوق الانتخابات هو الحاسم والمفصلي وما حدث مع تقدم الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل ومع فوز الكتلة الإسلامية واكتساحها في جامعة النجاح هذا أكبر دليل على أن الطالب الفلسطيني واعي ويرى ما يحدث ويرفض كل هذه الانتهاكات وهناك دائماً رغم كل الظلم هناك بصيص أمل وبصيص الأمل هذا اليوم هو مبني دوره على الشباب ترجمة نانسي قنقر